ايه رأيك نسمع رأي النجم الكبير مهاجم النادي الاهلي الاصبك الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق يا كابتن محمد صباح الخير عليك مشرف ومنور صباح الفول يا كريم مخبارك ايه وحشني جدا وانت وحشني جدا بسعد بيك دايما في التلفزيون المصري ودي حاجة مشرفة جدا ووجودك والله شرف ليه اعتقدك شرف ليه اعتقدك دايما وسلامي طبعا للنجوم الكبار كابتن عبدالجليل لحبيبي حبيبي يا نو والنجم المختفي اللي فترة مختفي خالص كريم رامي سعيد حبيبي يا فاروق انت جايب اتنين بص مفاجأة حبيبي يا فاروق حبيبي 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 يا كابتن فاروق دايما منور ودايما مشرف رأيك ايه فعداء منتخبنا الوطني النهاردة قدام غين يابي يساوي بتتكلف الاداء ولا بتتكلف النتيجة لا خلاص النتيجة الحمد لله ربنا كرمنا بيها والحمد لله خلنا تلات نوعات الاداء بقى انا انا بالنسبالي ام تلات اسباب منك نتيجة توصل بالشكل ده يعني الفكرة الوصول الوصول للهدف والفوز كان اهم الاسباب انك تغير طريقة اداءك او طريقة التاكتك بتاعك او الطريقة الفنية 4231 وده واضح ان الراجل تم اجباره على تغيير الطريقة لان بتاريخه فيه المنتخبات يعني اخيرا منتخب كولومبيا كان قاعد سانة بحالها حفاظهم اربعة تلاتة 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 وفضل يعني مصر عليها بشكل كبير وبسببها فضل يتلقى هزائم مع المنتخب الوصول في الاخر ماشي وبالتالي كان من الصعب جدا تغيير طريقة اللعب وهنا النهاردة واضح ان يعني الراجل دايما بيبقى مصر فكون انه يغير فده يعني الراجل كده عمل حاجة غير طبيعته تماما يا كريم لكن الطريقة النهاردة ما تتغير الاداء يتحسن شوية عن مطش ناجيريا لكن مش ده منتخب مصر في الاول في الاخر مش ده المنتخب اللي يخوف اي منتخب كبير ممكن يقابله احنا اه ممكن نكون الاسم الكبير لكن حتى الان ليس الاداء القوي اللي ممكن يخوف المنتخبات الاخرى بغض النظر بقى المنتخبات الاخرى اللي في نفس اه البطولة ممكن ما يكونوش كمان وصلوا لكن لا عندهم شخصية عندهم شكل فني بيظهر في بعض الاوقات يخوف المنتخبات التانية لكن حتى الان منتخبنا برغم فوزه النهاردة كريم انا شايف ان ضعف المستوى اه غينيا للسوية هو كان سبب تساسي اكبر في الفوز اه منتخبنا النهاردة طيب احنا بالتشكيلة اللي معروفة يعني النهاردة لما نطلب تشكيلة المنتخب مصر غالبا كنا نختاري التشكيلة دا بنفس طريقة اللعب ده او طريقة اللعب دي ايه اللي خلى شكل منتخبنا النهاردة مش كويس رغم النهاية دي التشكيلة اللي احنا عايزينها ودي طريقة اللعب اللي احنا عايزينها وده البزيشان بتاع كل لعب زي ما احنا عايزينه مفيش حاجة بقى النهاردة كبير من غيرها لا انا وجهة نظري كان لازم يتم تغييل بعض الوجوه يا كريم في البداية يعني انا بالنسبة لي اه يعني لازم زيزو كان يبتديه مكامل لازم اه مكامل صبحي حتى يعني انا عمر مرموش صراحة يعني اه بكل احترام لي مه هو العب قويس لكن اه ما قداش الاداء اللي كان ممكن ان انا اقرر تجربة تاني وديه تاني مه تزيجي حتى الان برضو بقاله فترة طويلة يعني النزوله ممكن يكون اه ايجابي مع الوقت ممكن يبقى افضل لكن بداية عمر مرموش من بداية اه او عبدالله السعيد من البداية انا شايف انه كان ممكن يتم تغييرهم بزيزو مثلا كان يبقى موجود وممكن رمضان صبحي احنا اخلي بالك احنا طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد للأسف احنا يعني نفتقد اه واحد زي اه خلاص الموضوع انتهت عبدالله السعيد مش في حالته لو موجود وفي حالته هييفرق كتير جدا في طريقة اللعبة دي اللي لعبنا بيها النهاردة لكن عبدالله مش في حالته خالص مش ده عبدالله السعيد اللي بدي يقدر يوزع كوراة صحيحة يقدر يشتغل بشكل في باف كتير سواء طولي او قصير او الوان طول مش ده عبدالله اللي ممكن نكون تعتمد عليها شان تدي عملية الامداد دايما في الطريقة دي للعبة اللي قدام سواء بقى صلاح او مصطفى محمد او مرموش من البداية بس فانا كان عندي اعتراض بس على بعض الاسماء من البداية في اللاعب يعني ايه رأيك في فكرة انه مصطفى محمد يخرج محمد صلاح يبقى مهاجم زي المباراة الماضية قدام المنتخم النجيري فكرة محمد صلاح كمهاجم تسعة يعني او حتى فلسنا لأ حبزة خالص لأ حبزة خالص لما بتبقى موجودة في ليفر جولة كريم بتبقى موجودة بعملية زي ما نقول لا مركزية بيبقى في اوقات معينة بيبقى موجودة لكن الاساس بتاعه هو اللحة الشمالة ان صلاح هي لعبيته المشهورة يشتغلوا عليها بالشكل ده او حتى الهدف اللي جابه النهاردة يعني اه بوزيشن بس هو اختار بوزيشن في مكان معين وجاتله بالشكل ده وجوه البوكس بيبقى بنا ادم مختلف يعرف يشتغل لكن صلاح لأ حطه ناحية اليمين واتدينه الفرصة واتدينه الامدادات هتلاقيه بيشتغل بالطريقة اللي احنا بنحبها لكن يبتدي كرقم تسعة انا بشوف لأ هيفقد قوة كبيرة جدا ويبقى سهل انه يتمسك بشكل كبير يعني فلأ يعني صلاح في النقطة دي لأ ما حبهاش كابتن محمد فروض دايما بتشرفني وبتنورني وبسعد بوزيشن دايما مشرف النور دايما مشرف النور بشكرا كابتن محمد حبيب